موسيقى يتابع ولي الأهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته الهامة للمملكة المتحدة حيث التقى جاستن والبي كبير أساقفة كانتربري اليوم بعد لقائه أمس بكل من الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تاري سمعي الأمير محمد بن سلمان عقد اليوم أيضا لقاءات هامة ونادرة مع كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي البريطاني لمناقشة ترسيخ التعاون الأمني المشترك وسبل التصدي للدور الإيراني المزعزة للاستقرار في المنطقة بينما شهد اليوم الثالث من الزيارة التوقيع على عدد من الصفقات الاقتصادية التي اتفقت طرفان عليها أمس بالخطوط العريضة وتقدر بالمجمل بنحو 95 مليار دولار لمناقشة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا معنا الآن من لندن مباشرة وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت معنا الوزير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الزيارة الهامة لولي العهد السعودي إلى بريطانيا العلاقات البريطانية السعودية علاقات تاريخية وعلاقات تقليدية منذ عقود من الزمن ولكن يبدو أن هذه الزيارة أكسبت هذه العلاقات زخما جديدا ما الجديد الذي تضيفه هذه الزيارة وكيف بالإمكان وصف العلاقات البريطانية السعودية بعدها أعتقد أن الجديد في هذا الأمر هو الاعتراف بالإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي طبعا هذه الإصلاحات هي مهمة جدا بالنسبة لمستقبل المملكة العربية السعودية في التربية والرفاهية والصحة والتجارة وتقوية وتعزيز دور النساء وأيضا تحرك المملكة العربية السعودية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد منوع كما قلت هذه العلاقة قوية جدا في الأمن والاستخبارات وغيرها نحن نعتقد بأن هذه الزيارة الأولى من سمو ولي العهد إلى لندن هذا يشير إلى قوة العلاقات وإلى أيضا الفرص التي يوفرها المملكة العربية السعودية الحديثة إلى مستقبل البلدين ويمكن أن نرى طبعا منافع كبيرة بيننا في التجارة وغيرها من الأمور وطبعا هذه زيارة مهمة جدا سنتناول بعد قليل مسألة التعاون الاقتصادي لعلاقات التجارية التي أيضا وصلت إلى مستوى جديد ولكن دعني أعود إلى مسألة الأمن التي أشرت إليها الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار المنطقة ملفات أساسية في هذه الزيارة وهي من أولويات ولي العهد السعودي اليوم كان هناك لقاءات هامة ولقاءات نادرة حقيقة في مجلس الأمن القومي مسألة الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة كما تعلم مع الوزير هذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لدول المنطقة الدول الأوروبية على ما يبدو ما تزال تحاول أن تمسك العصة من الوسط تحاول الإبقاء على علاقات اقتصادية تعاون مع إيران ولكن في الوقت نفسه تريد أن تردع إيران فيما تعلق بهذه الأنشطة ما الذي يمكن لبريطانيا أن تفعله لطمأن الدول المنطقة على أن هذه الانشاطات الإيرانية غير مقبولة ولن تستمر أعتقد أنه ينبغي أن نكون علينا واضحين في تفكيرنا فيما يتعلق بإيران طبعا لم يتحقق كثيرا بعزل دولة تماما وعدم الانخراط والتواصل معها وطبعا هذا عزم المملكة المتحدة بأن تتواصل مع إيران ولهذا تم الاتفاق النووي الإيراني ولكن طبعا بالاتفاق مع الأطراف الأخرى والشركاء الآخرين نحن واضحون جدا مع إيران بأن أي نشاطات تخريبية من دعم الإرهاب والبرنامج الصاروخي وأيضا المصاعب بأن نعرف أين ستقع هذه الصواريخ في أي ديمن طبعا قد رأينا هجمات ضد المملكة العربية السعودية من مصادر حوثية من اليمن كل هذه قضايا على إيران أن تأخذها في عين الاعتبار عليها أن تعود إلى صف الأمم وتدخل مع إذن المملكة المتحدة ما تحاول أن تفعله هو أن تقول لكل الأطراف بأن النزاع المباشر ينبغي أن ينتهي بتخفيف التوتر طبعا الأمن يأتي أولا أولئك المسؤولون عن زعزعة الأمن والاستقرار ينبغي أن يتراجعوا عن ذلك ولكن دعونا نجد طريقا لفعل ذلك ولكن نحن واضحون حينما يكون هناك مخاطر فإننا نشير إليها ونتحداها ونوقفها حتى لا تصبح تهديدا ضد أي دولة أخرى سيد بيرت هذا كلام جميل ولكن اليوم تحديدا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقول مسألة وجود إيران في المنطقة وتدخلاتها هذه مسألة لا تعني الغرب لن نتفاوض مع أي دول غربية حول هذا الموضوع هذا موضوع يخص إيران ودول المنطقة لهجة نمعا تحدي في كل هذه الانتقادات التي تأتي سواء من بريطانيا من فرنسا من الولايات المتحدة وبالتالي واضح أن هناك إصرار إيراني على المضيف في هذا النهج الإيرانيون طبعا لم يتفاوضوا مع الغرب فيما يخص مثلا الاتفاق النووي إذن هذا يظهر بأنه حينما تكون هناك فرصة وتظهر فرصة وحينما تكون هناك فرصة للمفاوضات طبعا يمكن أن تنجح وبكل تأكيد نعم الصوت الإيراني هو موجود في المنطقة نحن نعرفه الجغرافية تفرض ذلك ولكن إذن نحن فقط نبحث عن تخفيف التوتر أنا أعتقد بأنه الناس ينبغي أن يكونوا آمنين في أماكنهم أولئك الذين هم مهددون ينبغي أن يتحدوا أولئك الذين يهددون ونحن نعلم بأنهم في كل المنطقة هم طبعا دعموا كل النشاطات المخربة مثل حزب الله والحوثيين أو القواعد التي تهدد الدول الأخرى كل هذه ينبغي أن نتحدها ونقف في وجهها ولكن التاريخ أظهر بأن التحدي طبعا مصيب ولكن الخطاب ينبغي أيضا أن ننظر فيه وتخفيف التوتر هو ما نبحث عنه أحد مظهر من مظاهر السلوك المزعزة على الاستقرار تدخلات إيران في اليمن تحديدا بالأمس كانت تصريح لسيدة رئيسة الوزراء تقول فيها أن التحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يحظى بتأييد بريطانيا بناء على قرار مجلس الأمن وكل هذه الأمور هذا أيضا موقف شفهي جيد ولكن عمليا ما الذي يمكن لبريطانيا أن تقوم به لتترجم هذا التأييد لما يقوم به التحالف العربي في اليمن اليوم قبل كل شيء لقد أوضحنا نحن دعمنا للتحالف أوضحنا ذلك تماما طبعا لقد نفينا الاتهامات بأن التحالف قد بدأ هذا العدوان أو هذه الحرب طبعا هو تقدم أو بني هذا التحالف بناء على طلب من الحكومة الشرعية وبناء على طبعا وذلك ردا على انقلاب الحوثيين وطبعا نحن لا ننطرح أي شك بشأن مصداقية هذا التحالف نحن ندعم حلفاءنا من السعوديين وغيرهم لأنهم رأوا مخاطر وهواجهوها كما أن الممم المتحدة سمحت لهم بإقامة هذا التحالف هناك طبعا لجنة من الخبراء أبدت قلقها من أن إيران تنتهك قرارات مجلس الآمن بشأن تهريب الأسلحة إلى اليمن ونحن استعملنا الأمم المتحدة لمواجهة أولئك الذين يهددون أمن المنطقة وكما أننا شاركنا مثل مملكة العربية السعودية في المساعدات الإنسانية والتي طبعا كان قد تسبب فيها الحوثيون الانقلابيون وأيضا نحن عازمون على العمل مع ممثل الأمم المتحدة في اليمن لإنهاء هذا النزاع لأن هذا هو طبعا ما سيجعل السعودية وشركاءنا آمنين إذن في كل هذه الطرق دعمنا الشرعية والتحالف ولكننا دائما ندعو لإنهاء هذه الحرب من خلال المفاوضات ولكننا ندرك بأن هذا ليس نزاعا من جانب آه واحد فالحوثيون يتحملون مسؤولية ما فعلوه وخلق الظروف المأساوية الإنسانية هناك والمملكة المتحدة واضحة بهذا الشأن وكانت واضحة خلال الأشهر الماضية طيب مع الوزير داني أسألك أخيرا عن الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة هذا جانب مهم كان في زيارة ولي العهد السعودي تم الاتفاق على زيادة العلاقات التجارية بما قيمة 65 مليار جنيه استرليني حوالي 90 مليار دولار ولي العهد السعودي في مقابلة مع صحيفة التليغراف يعني أعرب عن أمله في أن تكون الشركات أو الشركات البريطانية قادرة على الاستفادة من التغييرات في المملكة بعد خروج بريطانيا وبعد إتمام مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي كيف يمكن لبريطانيا أن تستفيد من هذا الوضع طبعا فتح الشركات والاستثمارات في المملكة عبية السعودية هذا سيساعدنا ويساعد أيضا الشعب السعودي إنه دولة مثل الدول الأخرى التي تواجه طبعا تحديات شعبية أو تحديات ديمغرافية مثلا هناك أشخاص كثر يبحثون عن الوظائف والوظائف الآن تتغير إذن يجب أن ندرب الشباب والتعليم والتعليم التكنولوجي والشركات التكنولوجية ينبغي أن تكون هناك هناك أيضا فرص للنساء وهنا يدخل نسوق العمل ولأماكن القيادة وغيرها للتجارة وفتح الفرص الاستثمارية وغيرها في الصحة في الصيدليات كل هذا طبعا يساعد العلاقات بين البلدين وبالتأكيد المملكة المتحدة مع هذه الفرص بعد البريكزيت ستتطلع لأن تحقق نجاحا في المنطقة نجاحا اقتصاديا نحن نعلم بأن السعودية هي ثالث أكبر سوق بالنسبة لبريطانيا وكانت خلال السنوات القليلة الماضية نحن نتطلع لأن يكون هناك طبعا كان هناك مجلس تجاري ترأسته رئيسة الوزراء وأيضا ودي العهد السعودي وطبعا نظر في كل الأمور التي تساعدنا نحن الاثنين إنه أمر طبعا في صالحينا جميعا أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية كان معنا مباشرة من لندن شكرا لك على وجودك معنا في غرفة الأخبار ترجمة نانسي قنقر